من البجاحة اللي هتشوفها في الزمن ده انك تلاقي واحد حرامي لحظة وقوع الزلزال نازل يسرق في حين ان الناس بتتقرب الى الله بأي حاجة حتى لو بتدعي لإخواتنا دول وده همه على أكل الحرام ده حتى مش خايف ان البلكونة تقع عليه لأ وعياله هيقوله عنه شهيد ما هم يعرفوش النبوم كان حرامي وده واحد دخل مكتب وخلى السكرتيرا مشغولة وسرق الموبايل بتاعها وفي نفس اللحظة دي في واحد حرامي سرق الموتسكل بتاعه الفيديو ده بقى ما ينفحش غير تقول ان لله وانا اليه الرجعون الراجل ده سرق كل هدوم الناس اللي دخلها تتوضى وده واحد دخل عليه حرامية وهو ولا حياته اللي ما انته نادي وده واحد سرق موتسكل عادي يعني اما الشاب الكيوت اللي تحس النواب ناس سرق عربية الراجل وطلع يجري كل ده تشوفه لكن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وما تنساش تدعي لإخواتنا في سوريا واخوتنا المسلمين في تركيا ان المريض ربنا يعجل بشفاءه واللي ماتوا نسأل الله العظيم ان يجعلهم من الشهداء قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الهدم شهيد خلونا نبدأ وصلي على رسولك يا إلهي وعترته وصحبه ما ذكرتا الفيديو ده بقى يوم ستة اتنين ساعة تساعة مساء يوم الزلزال محصل عمك الحج لا بلش الحج عمك الحرامي نزل يسرق محل زجاك سيارات تخيل بقى لو حتة زازة من دي وقعت على رجله صفت دمه راح المستشفى مات عياله ونزله بوست على الفيسبوك وفات الشهيد مش عارف مين أثناء أكل عيشه هو معمو تخيل انه بيعرق وهو يروح بقى له متفحه أنا جايب لكم ده أنا باشا واتعل عشان أجيب لكم الأكل وهو حرامي اه فضل اه هو بتاع التوكتو هو أكيد شركة مع بعض واحد يسوق واحد يسرق او عمال يعبي ولا فرق معاه الناس عمالة بتموت تحت الأنقاض وهو عمال يسرق ولا أهم حاجة الحرام الحرام كده بي ايه بيريح المسانة اه ومش حزب يا الله ونعمل وكيل خش على اللي بعد ده واحد دخل مكتب عندكم استعباط يا مدام قالت له عندنا كل حاجة لا تب خد مضيلي على الاستمارة دي قلت له حاضر وهي بتنضيله على الاستمارة اما اخذ المكنة بتاع الاستمارة لفي بوزك كده ايوه هو داخل يسرق خد الموبايل اه حطه في جيب ابو كرش طبعا الكرش حلو يا جماعة أنا عندي كرش اه حزب يا الله ونعمل وكيل وهي هتروح تدور بقى على الموبايل انا كنت حطايا بيضيع مني فين الموبايل فين الموبايل فين بعين وفين اتسرق اتشاقط اهو اتشاقط يا أختي ما عدتش تسيبك كده تاني اه في نفس اللحظة شاقطه حرامي تاني اكيد زميله ده الموتوسيكل بتاعه انت بتعمل ايه بتدور على استعباط دور براحتك براحتك يا باشا اه اكيد معاك الغني ومعاك فلوس بتخلم دخل دخل صرافة هم في لحظة انشغاله مع البيت جوه طب انا هاخد الموتوسيكل بتاعك روح بمشوار هه سلام عليكم يلا خش على بعده تستاهل ده بقى واحد فيديو عن ديئتين كده اه شكله حرامي اللي بخش يتوضى بيبص على حنافية فاضية حمام فاضي اه شمع فاضي علق عليها لا بص لاحظ اول مرة حط يدو في الجاكت اه هياخد الجاكت تاني نظافه اصلا علينا مناخزة شوية اتربة اه عمك الشيخ خادمى نديل من الجاكت بتاعه هو رح يستنى عمك الحجة اه ام خالع ادقوم الجاكت اللي محيره اعلقه اه حط يدو في الجاكت لا فاضي طب انا فاضي طب انها حط دمية يمكن انتو بتعينوا فلوسكو فين يا جدعان اه اخلع يا حج لو سمحت اخلع حج الدنيا حر هيعلقوا هنا بص بيمديدو على الهن بيخبط دس كي يشوف الايه المحفظة فين حتة هلبس الجاكت ويروح يعود ده ده ما بيصليش ده مهنته سرقة بس هم يرجع تاني اه عمك الحج بيتوضى وده يفتش ويداري اه خد محفظة حطها في محفظته هو في جيبه هو اه انه حط في جيبه تاني يرجع تاني الحاجات بتشخلل اه 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 اما نمسح في الجاكت غسالة حضرتك غسالة اه لا او عادي راح ناكو الناس اه اه راح لجاكت الحج اخلع يا بي اخلع راح يعود مهنة دي مهنة في المسجد ده حرامي ناس تتوضى وراح تتقرب الى الله وده بيتقرب الى الشيطان اه فتش فتش ياب مش حد دي عين الموبايل بتاعه محفظة كده ولا يكتب لنا اصل امانة اه عادي اه فتش اه حط ده في الجاكت التال الرجل ملقاش حاجة راح اخسل الجاكت اتبال ده يعصره كده في الاخت اه وبيدار بيه ويمدي ايده ياخد دي مفاتيح مش عايزها في واحد جاية من ورا يرجع اه اه عادي ما محدش عارف حاجة اه 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 اخد الجاكت كله اه اخده ومش اخده اه ام انت حرام اللي في الجاكت ده واحد قاعد في في مكان تقربا بيشربوا فيه حاجات حرام ما اعرفش او كافتيريا دخلوا شوقات حرامية لصوص ارفع ايدك كده انت وهو صاحب قال له طب بعد ازنك هزمين انت قلبك جامد انا قلبي مش جامد انا نازل هات ياد الموبايل قال له يا عم اوعى كده او عسيب اروح اخد من عند حد ثاني فالحرم قال لك انا هاعد ادور وخليه خليه قاعد مدام ما بيازناش خلاص بس هو هشكك فيه لو بيقول لح سجاير الفاجر بيقول لح سجاير هم شفت اللي بعد وقاعد وانا فتناغه نص برودو بس انا عايز نص برودو كده وصاحب قال له انا معايش حاجة انا معايش حاجة فده بقول له عارف لو قربت من هنا هايب بيوم الجائز بسبب دول بقى اتنين صيع حرمية نعمل بس التليفون صامت راح نسره متوسكل الرجل بتاع الفيديو الاولاني بيبعد اللي هو بتعمل غمر ان شاء الله تعطر فيه او ربنا يبتلي بنصيبة ما كانش ربنا يهديه يعني ويرجع لك الحاجة بتاعتك ده واحد ده متوسكل والدم عمارة بتاع رجل صنايعي طلع يشوف شغل زباكة شغل نجارة شغل اي حاجة شغل شحاتة اي حاجة اي حاجة يجي الصيع ده بقى ينمر من بعيد فيش حد رجع الغيارات انه فيش غيارات تمام مش مصجرة على حاجة يطلع المطوى من ايده والله الصافة دي والتاني كمان صاحب الموتوسيكل سايب له الجدول مفتوح يعني عليه قطع بس الضفيره بس خلي بص حوالي عامل ايه يا عم الشغلة حرامي وشوف رجله عاملة ازاي تعبان مريض وروح اشتغل يا عم اشتغل شغل انا ملايهش علاقة واحد نزله مش دعوه مش هو نفكرته صاحب الموتوسيكل طلع شه هو هيروح ويرجع تاني طبعا هو صاحبه كل واحد ينمر خد بالك انا حماده خد بالك انا يا براين كده يعني وبرضه مسك التليفون في ايده صاحبه رايح جاي وهو يجي من هنا اكمل الشغل بالمطوى بتاعته ويقطع الضفيرة فصل الكهرباء عنها خلص خدها زق بقى مش حد في الشرخ خلص كده اه ركب ادي منافل من اول مرة ما شاء الله البطارية بتاعتها شغالة لا لسه بطاريتها تعبانة سيبها لقى تعبانة بايزة سيبها لا هاخدها زق انا هزقها انا هاخدها بايزة سيبها باتنين جنيه او تعال يا زق اده اسمك ايه انت خشش على اللي بعده الفيديو الاخير ده بقى الشاب الكيوت اللي عايز ان ضرب بالشلوت اللي لبسلك شورط عمل نفسه ابن ناس يعني عمل نفسه ابن ناس في نفسه ركز كده بفتح العربية هيروح اجيب حجر او حاجة ييرمي بها الازاز هنصرع شوية يحدف الازاز العملية تمشي معها يسرق اللي فيها ويخلع اوه عمالي حوق مش لاقز هلا تشارع نظيفه اوه هبد فتح ركب المنتسك لا هو ازمي له اوه اوه خد شنط بالبطيئ اوه وَصَلِّ عَلَى رَسُولِكَ يَا إِلَاهِ وَعِتْرَتِهِ وَصَحْبِهِ مَا ذُكِرَتَا